أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد يوسف زي كابتننا كابتن إسلام شرف ونور حبيبي أنا سعيد أن أنا معاك النهاردة وفي بيتي طبعا قناة الأهلي أنا اللي أبقى سعيد مع جمهور الأهلي ومشاهدين كل جمهور الأهلي بيبقى سعيد بوجودك معنا دائما خلونا نبدأ بقى أولا بتقرير عن الكابتن محمد يوسف أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتن يوسف تاريخ طويل سواء معناد لأهلي كلاعب أو كمدر أو كمدير فاني والله يعني أنا عايز أشكركم جدا جدا تقرير وحاجة جميلة جدا وشريط ذكريات طبعا بيعدي عليها تريع هو لكن لا أملك إلا أن أنا أشكر طبعا يعني سمير والناس كلها كل الناس اللي محمود أنا وأنا داخل والله قناة محمود وعمر وكل يعني الأسطاف كله والمساعدين والأسطاف بتاعك كله بصراحة بشكرهم جدا على التقرير ده والواحد والله من أول ما دخل باب القناة وهو أحس أنه في بيته طبعا طبعا قناة ندل آلي دائما وخصوصا البيت الكبير يعني دائما بيبقى هو الاسم كمان الاسم بيديك إحساس أنه أنت فعلا في البيت الكبير طبعا يعني إحنا كنا آخر مرة شفت كابتن يوسف كانت من أسبوع تقريبا أو من عشر تيام لما كنا في النادي وكان كابتن شوبيرا عامل قاعدة كده وكانت قاعدة لطيفة كانت قاعدة لطيفة وفيها أجيال لجوم الكبيرة جدا كابتنا الكبار اللي تعلمنا منهم وأجيال بعدين برضو صحية فدايما هم أولاد النادي الأهلي كده دائما بيتجمعوا بيتجمع في النادي واحترام متبادل كابتن شوبيرا كابتن شوبيرا ومن هو بيلعب ومن هو بيلعب بيدفع كابتن فريق برضو فلازم يدفع طبعا الكابتنة دي مسئولية مسئولية ودفع خليني يا كابتن يوسف أبدأ مع حضرتك بمستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مش الفترة الأخيرة معناها ماتش الجونة ولكن نحن لعبنا 12-13 مباراة تقريبا منذ بداية الموسم ما بين دوري وكاس قديم وكاس جديد أو يعني دوري عام ودوري أفريقي ودوري أبطال أفريقيا 13 مباراة مرحلة ثم أجازة أسبوع ثم عودة للتدريبات مرة أخرى عشان المرحلة القادمة اللي هي الأصعب والأصعب بص هو لما نيجي تناول نوعا ماشي نبرة أو في موجة دلوقتي عدم رضى شوية عن فريق عن أدائه عن نتائجه بس إحنا لازم كفنيين لما بنيجي نتكلم لازم تعرف أن أنت وصلت البيك بتاعك مع نهاية الموسم اللي فات صحيح البيك بتاعك لما بتوصل لكمة الكرف بتاعك وتكسب بطولات وخمس بطولات في موسم واحد طبيعي جدا أنك تنزل ده طبيعي في التدريب وفي علم التدريب أن أنت لازم خدت راحة خمسة وعشرين يوم بعدها عملت فضل التعداد في النمسا بعدها بتبدأ مطشاطك دخلت على اتحاد العاصمة في بطولة السوبر فالطبيعي دلوقتي أن الكرف بينزل وبعدين هيبدأ يطلع تاني الفرق بين فرقة وفرقة ده علميا ما فيهوش نقاش لكن لما نجي نتكلم على الفرق بين فريق وفريق هو أن أنت للكرف ده لما بينزل أولا ما بتعودش كتير فيه يعني لما بيحصل هبوط ما بتعودش ما بتعودش فترة طويلة فيه بعد كده بتبدأ تصعد تاني هو ده الفرق تقصد ما بين الفريق كبير والفريق أي فريق أوهوه هو ده ولذلك النادي الأهلي عادة في المواقف دي بيبدأ يطلع يصعد بيه الكرف أنا متوقع طبيعي طبعا أنت لما دخلت على مباراة زي اتحاد العاصمة مباراة قوية بتلعب مع بطل الجزائر وفي بداية موسم ليك وكتش عملت يمكن غير مبارايتين وديتين مباراة في معسكر النمسا ومباراة هنا في مصر وديها فبالتالي دخلت على مباراة قوية لكن بدأ فيه تصاعد في المستوى مش طبيعي أبدا أنك تقلق يعني اللي أنا عايز أقوله أنا مش محتاج أن إحنا نبرر أو أن إحنا نتكلم على النادي أو على الفريق ممكن وارد جدا تخسر بطولة تخسر بطولتين لكن قدامك 3 بطولات 4 بطولات تانيين هتشتغل عليهم بطولة كاس عالم أندية وعندك دوري أفطال أفريقيا وعندك دوري المصري وعندك بطولتين كاس وعندك سوبر فعندك بطولات الأهل يقدر إن شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ومجد يفوز لكن حتة الأداء أنا شايف أن الفترة اللي جاية هيبدأ فيه تصاعد في المستوى هيبدأ تتقدم الكورة اللي هي اللي متعود عليها جمهور النادي الأهلي وأعتقد أن كولر أدرك خلاص أهمية الفوز بالنسبة لجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطولات جمهور النادي الأهلي متعود أن الفرقة تكسب بطولات ودايما لما بيكسب بطولة بيبدأ يتكلم على البطولة اللي بعدها أي فهو مش من نوعية الجمهور اللي هو لما بتكسب بطولتين ثلاثة بيهدى ويقول لك آه ده كده الفريق كويس أو كده هو متعود على زيادة البطولات باستمرار فأعتقد أن أنا الفترة الجاية هيبقى فيه يعني تصاعد في المستوى وانت دخل على دوري أبطال أفريقيا هو بعد كده في ديسمبر عندك كاس علم أندية إن شاء الله هيبقى فيه أداء مميز جدا والبطولة يعني أعتقد أن هيبقى فيه دعم جماهيري ومساندة جماهيرية كوية جدا لأنها تبقى في السعودية ودولة شقيقة وفيه كمية مصرين وأهلوية كتير هناك وبالتالي انت عتشرك أنك بتعافل صدقهيرة فدي هتساعد بشكل كبير جدا لعبة الأهلية فمش ألقاني يعني السكواد كويس الراجل شغال بشكل كويس جدا وبيعمل تدوير كويس جدا طيب بمناسبة الراجل مع عكتة السامي أمصان راجل حافظ الفريق وبقاله سنوات مع الفريق وبالتالي بيتم أو بيدعم كل الدعم والمساندة للكولر فبالتالي أنا شايف الدنيا ماشي طيب بمناسبة الراجل وماشي كويس من وجهة نظرك هناك بعض الأقويل على الروتيشن كتير اللي هو بيعملهم فمثلا في مباراة الجونة تعدك 8 تغييرات عن الفريق اللي قبله اللي هو كان قريدي فيه 5-6 تغييرات عن الفريق اللي قبله اللي هو كان فيه 3-4 تغييرات بصه هو لعب سبت 4-7 و3 مطشاط لما تلعبهم في 7 أيام يعني أعتبر أو 8 أيام لازم أن أنا أدور لازم يحصل تدوير عشان ما حدش يتصاب وفي نفس الوقت كمان هو بعد خروجنا من أو من سانداونز في الدوري الأفريقي أعتقد أن كولر عايز يعمل وديه حاجة طبيعية عايز يدخل المنافسة يعني هو بيلعب 3 مباراة في 7 أيام من السبت للسبت وفي نفس الوقت برضو عايز يعمل منافسة ويخلق نوع من المنافسة في المراكز هي دي يمكن اللي خلته يتم عمل تدوير بشكل أكبر شوي ممكن الناس تشوفها أن 8 مراكز أو 7 مراكز مثلا لما يغير في 7 مراكز مباراة الجون الأخيرة تم تدوير في 7 مراكز ممكن تكون كتير لكن هو معتمد على حاجة معتمد أن الدوري بطولة طويلة هو لسه بيلعب في 5 أسبوع فلسه يتبقاله 29 أسبوع وبفوزه بالمباراة المؤجلة هيتربع على عرش الجدول يعني هيبقى في الكبه ولكن خسر نقطتين هو خسر نقطتين هو طبعا مش عايز يخسر نقطتين لكن هو لما يعني لما بتيجي أنت تحط الخريطة بتاعت الفريق بيبقى عندي أهم ومهم هو شايف بطولة الدوري آه مهمة بس كان الدوري الأفريقي أهم فهو دافع بالدوري الأفريقي وكان بيدق يعني لعب بالقوة الداربة بعد كده لما خرجنا من الدوري الأفريقي بقى عنده بقى بطولة دوري فلعب بقى المؤجلات بتاعته وبدأ يلعب مع سراميكا وبدأ يلعب مع الجونة لو تتكلمنا تحديدا عن مباراة الجونة هيقولك مثلا أنه أو زي أنا مش أنا ده مش رأي بالمناسبة أنا رأي مع أن الراجل كان يعمل تدوير ولكن قد يكون بشكل أقل سنة ماشي ولكن ما هو كان يقولك مثلا في مباراة الجونة تحديدا وهو أنت بعد كده أنت ما عندكش حاجة أنت عندك أسبوع أجازة أم لا أسبوعين لعب قبل أربعة قبل أهب يومين أربعة فريح خميس وجمعة وروح لعب سبت وقبل الأربعة دي كان لعب سبت فبرضو الفترة الزمنية برضو فنيا حضرتك حضرتك ببليك نظرة أخرى على ثلاث مطشاط يلعب في فترة الزمنية سبعة أيام فيهم ثلاث مباريات لازم يعمل تدوير ممكن تكون زي ما أنت بتقول كده إيه دي بقى حاجة نسبية يعني ممكن واحد يقول لك إيه لا بلاش سبعة سبعة مراكز كتير أو سبعة لعيبة كتير صحيح ممكن مثلا يبقوا أربعة ممكن يبقوا خمسة أو ثلاثة فدي بتتراوح شوي وهو برضو أعتقد لجأ للسبعة لأنه عايز يخلق نوع من التنافس عايز يشتغل على قماشة بدل ما يشتغل مثلا على أربعتاشر عايز يشتغل على تمنتاشر ساعتاشر لعب فعايز يدخل لعيبة في الجوه يعني مثلا لعب محمد عبد منهم وجنبه رامي وبعد رحمة قاعد رامي ولعب بياسر وبعد رحمة قاعد محمد عبد منهم ولعب برامي وياسر خلاص فاشتغل في يعني التلاتة خدوا التلاتة مباريات وبالتالي هنا هيبقى فيه منافسة محدش ضمن مركزه الباكرايت نفس الكلام الباكليفت نفس الكلام ولو إن بس حتة خالد يعني أنا وجهة نظري علي وكريم الدبيس يبقى واحد واثنين واحد واثنين ويشتغلوا مع بعض يعني فيهم قصة إزاي مثلا من ضمن الحاجات في معادة زالك بقى الدنيا كلها أنا شايف طبيعية خالص عنده أوراق برضه بتسمح له إنه هو يعمل تدوير يعني إنه آخر مباراة أديك شايف التغييرات بتتكلم في بيرستاو وقفشا ويعني لعبة إيلة اللي نزله وإمام عشور وقاليو ديانج يعني عمل أربع تغييرات كانوا بلعبوا في الدور الأفريقي ولعبوا سوبر يعني لعبة إيلة فهو بيستخدم السكواد كله بتاعه خلينا نمشي الفترة دي خلينا نمشي الفترة دي لأنه هو برضه باصس على الخريطة كلها لجي عنده كاس عالم أندية عايز يجهز اللعيبة كلها عايز يدي اللعيبة كلها بس أكيد أكيد إنه هيبدأ يثبت أو يستقر على تيم قبل ما يخش على كاس عالم أندية أنا فجأة لقيت هجوم شديد على كولر خلال الفترة الأخيرة طبيعي لأن أنت بتتعادل وطبيع جمهور الأهلي طالما بتتعادل أو تخسر هيبقى فيه هجوم بتكسب الدنيا كويس تكسب بأداء أنت هايل وعالمي فدي طبيعية جدا دي طبيعي يعني أه طبعا خدت مني دا كتير طبيعي دور أبطال أفريقيا بعدها تلعب مطش وحش قبل ما نلعب سوبر مع الصفاكسي أنا فاكر خسرنا مجونة برضو خسرنا مجونة قبلها بتلتة أيام الدنيا قامت كسبنا الصفاكسي خدنا السوبر تلتة اتنين في استاد الكاهرة احنا عالميين فهي دي طبيعية الجمهور عايز يكسب طبيعية الكورة كتا اه الجمهور عايز يكسب وعايز يتبسط وعايز دايما فرقيته تكسب ودي حاجة طبيعية يعني اه لكن انت تتطمن على سكواد الأهلي محترم وعندك بدايل وعندك لعيبة بنوعيات مختلفة نقص بس موديس تخش في الفورمة ويجهز كويس جدا وممكن تكون التواقف الدولي ده اعتقد كلها هيجهزه بشكل كويس جدا بحيث يرجع من التواقف يبدني احسن كتير التواقف الدولي خلينا ناخد السلبيات كلها الاول يعني برضو انا سمعت اليومين تلاتة اللي فاتوا ناس بتتكلم على ان فترة راحة طويلة اسبوع يعني انا مثلا عرفت من بعض الزملاء ان الراجل الداون تلاتة يام راحة سلبية سلبية وبعض الناس هتبدأ تتمرن صبح وبعض الظهر ما بين جيم وحاجات ورشقات وحاجات كده في ناس هتبتلي تتمرن من رابع يوم وفي ناس تانية هتبتلي تتمرن من خمس يوم اكيد هو شايف عدد الدقايق الفترة اللي فاتت ومعه جهاز معاون ومعه محلل اداء ومعه راجل الفيتنس اللي هو الاحمال خطة احمال فبالتالي لو احنا يعني في كل على اكبر حاجة يعني قلنا مثلا اكتر لعيبة هتاخد خمس تيام انا شايف ان مناسب ليه لان انت النهاردة عندك مباريات امتى وانت بتشوف انت مبارياتك هتبدأ بافريقيا بعد التواقف ده فهتبقى تقريبا في اواخر نوفمبر فانت عندك اه يعني 24 24 وانت بنتكلم 25 فانت عندك بعدها بتلات تيام مباراة في الدولة فانت عندك يقدر يعني الفترة تقدر تسمح له انه هو يرجع تاني باللعيبة ويبدأ يجهزهم لكن اللي يتحكم في الوقت هو اكتر واحد هو اكتر واحد عنده دقائق اللعب عنده الاحمال عنده الجي بي اس بتاع معدلات الجري اللي حصلت في المتشاط اللي فاتت وبالتالي بناء عليها بيشوف اوكي طيب انت تقييمك تقدر تقيم مودست الوقت لعيب انا شايف انه لعيب لو قلنا عليه مصبقا بقى من خلال البونزليجا وتاريخه هو لعيب مش قابل للنقاش انه هو لعيب كويس او مش كويس لكن عدم جهزانه ممكن يكون مصار شك بمعنى ان انا وانا مش جاهز اي حتى اي لعيب حتى في مصر حتى في مصر احنا لما مثلا احنا عارفين لعيبة معينة بتلعب قدامنا في الدور المصر خلاص لما بيجي تصاب فترة او مثلا قعد بعيدة على المطشط فترة لأي سبب ايقاف اصابة طويلة لما بيرجع بتبقى العين عليه قد كده فانت بتشوفه هل انت جهزت كويس عشان تنزل الملعب ولا لا اللعيبة الاسكية ما بتنزلش الملعب غير لما تكون جاهزة 100% انا لو لاي اعتاب لاي اعتاب بس على انه هو لسه مجهز انه هو لسه مجهز طيب انا لإيه اللي خليني ادفع بي او 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 مودست اذا نفسه ينزل الا لما يكون جاهز ما في المين بس انا بقول ان في بعض اللمسات اللي بيعملها لها دليل شوية انه هو لا يعني فروض هداف فروض كويس مع الجهزان هنقدر نشوفه فترة الجهزان دي بتاعت الجهاز انه هو يجهزوه باسرع وقت ممكن يشتغل صبح وبعد دور هياخد فترة راحة طويلة لا 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 ده هو من الناس هتاخد ثلاث يام بس من الناس هتاخد ثلاث يام بس وحيبدأ يشتغل فبالتالي هتقدر ان انت هتشتغله صبح وبعد دور زي ما انت قلت فدي هتجيب مع نتائج مع الفترة بقى القادمة وخش مع زميله فبالنسبة المودست خلينا ما نتصرعش في الحكم عليه الراجل ماشي والراجل كده كده المدير الفني هو المسؤول عن النتائج يعني حتى لو انا مشيت بمودست وبكسب وبجهزه وانا بكسب فدي مسئولية خلي بالك مسئولية وما يتحملش يعني اللي يتحملها يكون حد برضو متمكن وحد عنده خبرة كبيرة جدا انه من خلال المباريات بيجهز لعب وبيبحث عن النتيجة برضو بيدور عن نتيجة فبالتالي خلينا لما مودست نشوفه في الدنيا ايه ممكن بعد التواقف ده الرجل يبدأ يظهر بمستوى مختلف فانا شايف ان ان احنا نديره فرصته بس هو طبعا عارف كواس اول انه بلعب في نادي الاهلي نادي الجماهيري في افريقيا وفي مصر طبعا وافريقيا والشرق الاوسط ونادي صاحب بطولات والشعبية والجماهير والسوشيال ميديا الكلام ده كله فلازم يبقى هو برضو ايه واعي لحطة عايز اقول ايه سرعة سرعة يعني اكتسب تعطف الجمهور لان مهم جدا لما هيكسب تعطف الجمهور ده هتضيله ثقة وبالتالي هتسهل عليه قوي حيث تظهره بمستوى مميز طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى كابتن محمد برضو من ضمن الحاجات احنا تكلمنا عن السلبيات في الجزء الاول عايزين بقى في الجزء التاني نتكلم عن الايجابيات فمثلا لو كلمنا عن اه خرجنا من الدول الافريقي ولكن خرجنا من الدول الافريقي خلنا له بعض الامور الفنية او الايجابيات اللي انت قدرت تكسبها هو طبعا الدول الافريقي يعني ما اقدرش اقول ان احنا عملنا ايجابيات منه كتير لان انت كنت بتلعب على بطولة خرجت من سانداونز منافسة طبعا زي ما احنا عارفين في افريقيا يعني الاربع فرق التصنيف الاول الاهلي وسانداونز والترجي والوداد يعتبروا تصنيف اول ودول اللي هما في السنوات الاخيرة هما اللي بيتنافسوا على البطولات وعلى الالقاب فانما انا شايف بعد البطولة شايف فيه اوراق بدأت ترجح يعني فيه اوراق زي مثلا بتتكلم في مصطفى الشبير في حراسة المرمى خد مباراة ادى بشكل كواس جدا بتتكلم على اكرم توفيقه وعودته برضو مباراة خدها وتطمنت عليه بعد فترة طويلة من الروبط الصليبي عندك كريم كريم فؤاد نفسك يعتبر برضو من اللعيب الوراق مهمة جدا ولعيب جوكر ولعيب يقدر يلعب لك في كذا مركز ولعيب مؤثر يعني مؤثر فبرضو انه يرجع فدي حاجة كويسة كريم الدبيس برضو انه يلعب وكلنا شفناه قبل كده لكن المرة دي بنشوفه بكسافة اكتر فدي برضو مكسب كل دي مكاسب كوكا واسطر الملعب كفاية فانت بتتكلم في خمس ست لعيبة دلوقتي خلد عرفتاح بقاله فترة لكن شفناه في مركز برضو يعني باكليفتم مش معرفش اه يعني ممكن هوا كمس ساك وباكرايت لكن حيطة باكليفتم عيبها مرة في الاول ما جيت كده ولكن يعني خلاص فانت كل دي عناصر تقدر تقول انها عناصر مميزة وعناصر لما تضف للفرقة وتخش جوه الهيكة الاساسي بتاع الفريق اعتقد انها هتضيف بشكل قوي مجموعاتنا في دوري الابطال ايه رأي حضرتك فيها؟ ديامة يانجي افريكانز وشباب بلس دات احنا عادة الاهلي رحمكم له عادة النادي الاهلي في دوري المجموعات بقاله كذا سنة مش احسن حاجة يعني الاهلي بيبدأ البطولة بعد دوري المجموعات احنا بصرف النظر عن الاساسي مش باب بلس داد يانجي افريكا يعني ما انا بقولك مش بنبص قوي على البطولة في دوري المجموعات اتمنى للسنة دي ان احنا نظهر بشكل مميز لكن احنا لغاية اخر بطولة السنة فتلما اخدناها كنا عاديين على ضرب الجزاء ما بين الهلال والهلال ضايع فاحنا كملنا وبعد كده اخدنا البطول فاتمنى السنة دي ان احنا ناخد الموضوع من الاول ونخش على دوري المجموعات بشكل قوي جدا ويبقى الاداء قوي من اول يعني من البدايات لكن انا شايف في المجموعة مع احترامي عادية المجموعة عادية خالص يصعد منها من دلوقتي كده الاهلي وواحد اتنين وراه شباب بالزداد ده الطبيعي وده المنطقي لكن كورت القدم لا تعترف الا باللي بيديها اللي بيركز اللي بينفز اللي عنده روح اللي عنده اهتمام عنده تركيز النجيلة مختلفة ما ليش يعني انا دايما اقول ان الملعب يعني مختلفة برا الملعب ده انت ممكن تقول احسن فرق نظري كله نظري لكن الملعب اللي بيترجم الكلام ده بقى هو اللعيبة الاهتمام التركيز الهدف انا عايز اضيف بطولة تانية بطولة افريقيا تانية صح يعني انا خدت الوقت خدت عشرين ثلاثة وعشرين وخدت عشرين واحد وعشرين صحيح وثلاثة وعشرين اخد اربعة وعشرين كمان يعني اضيف احنا بطولات افريقيا عزيزة علينا قوي وجمهور الاهلي بيحب بطولات افريقيا يعني اوه يكسب دوري لكن لما بياخد بطولات افريقيا بتبقى لذيزة لها طعم لها طعم مختلف فاعتقد ان مجموعة في مجموعة موجودة مع الفرقة فلازم يضيفه ولازم يكسره الارقام ودي مهمة مين بقى مهمة كولر كولر هو الشخص المعني بتجديد الدوافع بتاعت الفريق لو ما قدرش يعمل دي هتبقى صعبة لازم يجدد الدوافع ولازم يوجد الاهداف الجديدة والدوافع الجديدة واسرار وعزيمة على ان احنا ننسي خلاص احنا خدنا بقى كاس افريقيا اللي فات بتاع الوداد وكسبناه خلاص ده ترمى ورانا بقى بقى في الدولاب البطولات زي ما بنقول كاس علم ان دي عندك الشهر الجاي وعندك بطولة قادمة كل ده تجديد دوافع اللازم يشتغل عليها عشان اللعب بدون الحتة دي هتلاقي فيه عارف عادي اداءه عادي فيه رتابة في الاداء فيه روتين في الاداء لكن لما لما انت بتجدد له الدوافع وتحط له هدف جديد قدامه بيشتغل عليه كابتن محمد احنا رايحين دلوقتي للاجهزة وبعد الاجهزة هترجع هنبدأ بمديامة في دوري ابطال افريقيا ثم هنلعب فيه الدوري العام المصري ثم ينجي افريكانز فيه تاني المباريات في تنزانيا ثم ترجع تلعب مباراة تلتا كل ده خلال برضو تلاتة فردوحة تلشر يوم ثم بعد المباراة تانية في الدوري العام المصري هترجع تسافر بعدها بتلاتة يام على ما اتذكر لكاس العالم للاندية وعلى حسب نتائجك في كاس العالم للاندية هتسافر ممكن من هناك لو وصلت لدور قبل النهاية والنهاية هتوصلت تطلع من هناك على الامارات عشان بطولة السوبر اللي برضو هتبقى في خلال خمس ستة يام وبالتالي ضغطة كبيرة جدا جدا حتى نهاية ديسمبر ده حي موجة نظرك في ظل هذا الاسكواد اللي حضرك متفائل بيه شاف ان هو مقليش يستطيع ندل قالي ان هو يعدي الفترة الصعبة اللي جاية دي استطيع يستطيع شرط أيوا تكملة الفترة السابقة واللي جاية اللي جاية دي ازاي يعني ايه تكملة الفترة السابقة يعني انت النهاردة بنتكلم على التدوير اهو وبنتكلم على اعطاء فرص بس خلي بالك هناك برضو ممنع او هناك برضو البعض برضو يقول لك لا جماعة برضو كتير قوي ان انت تتدور لا انا انا تاني هعايز ايأكد لك على حالة الراجل قدامه عدد مطشاط الراجل الراجل لما بيقعد يشتغل ما بيشتغلش يقول لك انا عندي جونة بعد بكرة او جونة بعد ثلاثة ايام او لا بيبقى عنده سكاديو الكامل اه خريطة بقى تواريخ بيشوف انا هلعب مباريات ايه عندي هرجع بعد التوقف هلعب هنا وبعدين هسافر وبعدين افريقيا وبعدين دوري وبعدين هطلع بطولة كاس عالم اندية وكذا لازم اللي يشيل كم المباريات دي عدد من اللعيبة لازم اجهزه ولازم اللعيبة دي عندها حسية المطشاط فعشان كده هو الفترة اللي جاية دي مطالب انه هو يدي يجهز اللعيبة كلها اللي راجع من الاصابات زي كريم فؤاد وخد في المطشاط عدد دقايق لكن محتاج لسه شغلة اكتر مودست مثلا واحد من الناس محتاج شغلة اكتر وهكذا عشان الفترة اللي جاية واكرم طبعا عشان الفترة اللي جاية لما هيخش على المطشاط بالكسافة اللي انت بتقولها دي وارد جدا يعمل تدوير بمزاجه او بقراطه وارد جدا يعمل تغيير غزبا عنه لقد الله اصابات لقد الله حد مش فايق انذارات اه اجهاد فيه حاجات كتيرة جدا تخليه يلجأ لانه هو يغير يعني انت حاجة تقصد ان هنا هو مطشاط مطشاط ما تتحلش فدي اضطر يدفع بناس في البدلاء معاي عشان يحلوا المطشاط ما خلي بالك اصل الاهلي مش هيبقى النتيجة ماشية سفر سفر وهو اراضي الاهلي عنده هدف واحد ازاي يكسب المباراة المدير الفن اللي واقف على الخط بيدير النادي الاهلي بيبقى هدفه انه يحل يعني السفر سفر دي مش حل بالنسبة لي مع انه هو مع فرق اخرى او مثلا مع عندها اخرى بيبقى ده حل حلو او خلينا سفر سفر جدا تمام او انا كسبان واحد لو دخل فيها جون يبقى واحد واحد وطلعت بالماتش خلاص لا بس الاهلي مش كده الاهلي لازم تطلع فايز ففي مباراة لو اتأخر فيها دقيقة ستين خمسة وستين او سفر سفر ده بالنسبة لي اخسارة ده بالنسبة لي مش حل لازم حل المباراة دي فبالتالي يبدأ يدفع بايه بالناس فلازم الناس اللي دخل دي لازم تصنع الفارق وبالتالي لازم تبقى جهزة بس فحضرتك شايف ان هو بيحاول يجهز اكبر عدد اكبر قماشة اكبر عدد من اللاعبين قدام عينيه ان هو يقدر الفترة اللي جاية يتجاوز حالة المباراة المضغوطة والسفر الكتير ده حقيق ده ملخص الكلام ده حقيق ده حقيق وده لازم هو اكيد حطت عينه عليه وهو ده اللي شغال عليه طيب خلينا ننتقل الى مرحلة اخرى مرحلة الدوري العام شايف الدوري العام في مصر خلال هذه الفترة من وجهة نظرك ازاي بصوا الدوري الغد ده تتلعب فيه ستة اسابية الستة اسابية الاهلي بتصدر بفرق اهداف عن بيراميز وبعد كده عندك وراهم بقى داخل فرق بقى فيه فيوتشر وفي بعدد مباراة لكن اللي انا بقوله مش مقياس ابدا ان انت تقدر تحكم يعني بتتكلم في خمس ست مطشوات فبتتكلم اقل من تلت الدوري حتى ف صعب تحكم على اداء فرق ولكن ولكن كبوادر كبوادر بقول مثلا الاهلي لا يعني الطريق مفتوح قصاده ان يتصدر مثلا لو اتكلمت عز مالك واجه مشاكل مع قصوريو لو بتتكلم في الفترة القادمة بعد العودة من التوقف في الدولي ده لو محفظت على النتاج بتاعته هيواجه مشاكل هيتأخر ودي هتعمل مشاكل في ناتزة مالك نتيجة ناتزة مالك من الاندية برضو يعني مكسب على طول جماهرية جماهرية وشعبية وعايز اقول انه ما بيقبلوش غير المكسب في اندية طبعا زي بيراميز عنده سكواد قوي جدا وماشي بشكل كويس خسر طبعا مبارا مفاجأة من سراميكا لكن في النهاية عنده افريقيا بيلعب على ابطلطين اللي هي بعد مخرج من الكاس بيلعب على دور ابطال افريقيا لانه داخل السنة دي دور ابطال والدور العام فاعتقد والكاس الجديد فاللي انا بتكلم فيه انه من الفرق برضو بامكانياتها وكدرات لعبتها وبالاجواء المتوفرة لازم يبقى على طول منافس للدور فيه اندية مثلا في المؤخرة يعني شوفنا مثلا اندية زي المقاولين عملوا اداء مختلف خالص على السنة الفات يمكن المقاولين في اول خمس اسابيع السنة الفات الموسم اللي فات كان في مكان غير دلوقتي دلوقتي هو الاخير مثلا فهنا فيه برضو دي شكل مش ايجابي يعني او بمعنى اصح يقلق شوية لكن ممكن يتعالج مع التوقف ده ممكن كابتن شاو ايه مع المجموعة يجاهز لو عنده اصابات لعيبة لسه مدخلتش فورمة محصلش انسجام لانه ضم بعض اللعيبة فاعتقد ان ده البنك الاهلي طريق مصطفى يمكن معهم خسب مباراة مع بالتالي لكن البنك الاهلي كما كان او كما كان لا يستحق طبعا يستحق افضل من كده فدي برضو كانت اول خمس اسابيع من ديك مؤشر او ست اسابيع برضو مؤشر مش احسن حاجة لكن هل الفترة القادمة بقى طريق يبدأ ياخدهم ويمشي بيهم ويستغل المباراة دي مهمة جدا وحلو جدا لكن رغم من كل هذه الامور ونحن لسه لم نتجاوز تلت المباريات الدوري العام ولكن عدد كبير من المدربين تم تغييرهم خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن رحيل المدربين وبعد كده نرجع ناخد رأيه كابتن يوسف في هذا الامر كابتن يوسف اربع مديرين فنيين تمت اقالتهم او استقالتهم من التدريب الفرق اللي كانوا موجودين فيها سواء نديل زمالك البنك الاهلي وفرقه ثم بقيت الاندلمة والدخلية الاربع عندها دول استقالت المديرين الفنيين بتوحهم في ستة سبيع برضو انا بشوف ان هو عدد كبير يعني حالك قلت حتى مش قادر تقيم الدوري مش قادر لكن في نفس الوقت انت تمشي اربع مدربين انا عايز اقولك حاجة بالنسبة تغيير المدربين او سرعة القرارات بالنسبة الادارة بص في فترة اعداد الفرق دي كلها عملت فترة اعداد انا كادارة لازم اكون عارف انا عايز ايه من المدرب وانا بتعاقد مع المدرب خلينا نقول ان احنا بنبدأ موسم فبنتعاقد مع المدربين او حتى لو كان عندي مدرب وخلص الموسم اللي فات فلو كان مشي اخر اربع خمس مطشات كويس ده مش معناه ان انا اععده او ان اكمل بيه الموسم القادم لا انا باجي اقف مع نهاية الموسم واجه قايم انا طريقة لعبي ايه والمدرب اللي بيشتغل معايا ده هل يناسب طريقة لعبي هل يناسب الفكر اللي انا عايز اشتغل عليه هل هيقدر يشتغل مع مجموعة اللعيبة اللي انا جايبها بامكانيات قليلة يعني مش كل الاندية جايبة لعيبة تقيلة مش كل الاندية حتى بجت او ميزانية عالية في اندية بتشتغل على تواجد في الدوري في اندية بتشتغل على البقاء في الدوري في اندية بتشتغل تقولك انا بقى موجود في اول 7-8 مراكز في اندية عايزة تخش المربع الزهبي وعايزة تروح افريقيا وتلعب في المصدي زي مثلا المصري المصري كامل ابو علي جايب لحيبة وضخخ ميزانية كبيرة جدا وميزانية ضخمة ما عايز يرجع افريقيا تاني وده يمكن اسمعت اكتر من تصريح لعلي ماهر انه هو بيقول يعني تعاقد معي عشان نرجع افريقيا تاني وهو كان قبل ما يروح في يوتشرب كان موديهم افريقيا فبالتالي كل نادي له هدف كون ان انت تيجي تغير بعد 6 سبيع معناها انت ما كنتش دارس بشكل جائز الموضوع ايه الجهاز ايه هل الجهاز همشي لان عشان اعكم بعد 6 مطشاط عليه يبقى لا يبقى في حاجة طيب انت لو كنت عندك شك او انت مش متأكد طب ليه ما غيرتش من فترة الاعداد من الاول عشان الجهاز اللي انت جبته ده هو اللي كان ينقل لكن بتحصل يعني عايز اقول لك ان شغلتنا اسلام فيها جزء كبير جدا توفيق وعدم توفيق صحيح دي لا شك ان انت اوقات بيبقى معاك التوفيق فبص تلاقي الدنيا ماشي واوقات تبقى قفلة خلاص خلصت مهما تبزل مجهود مهما تحفل زي البنك الاهلي مع فسيلي يعني الفرقة هي طريق مصطفى خده اشتغل معها اربعة ايام وربنا وفقوه وكسب اربعة سفر وكسب مصر وانت نتيجة تقيلة اربعة سفر يعني مش واحد سفر مثلا مثلا ففيه توفيق وفيه عدم توفيق فيه تجديد دوافع فيه مدربين ممكن يخش في الاول يعمل نوع من عايز اقول ايه يعني شدة لكل غربال شدة زي ما بيقول كل غربال جديد شدة فممكن نبقى دي حاجة في الاول وبعد كده ترجع تاني الدنيا فالتخجير انا انا موجة نظري ان لو انت كادارة بتغير لازم يكون فيه اسس انت بتغير عليها في حاجة انت بتغير عليها انا بغير ليه هل الفكر اللي عند المدرب مش بيشتغل بفكر مختلف عن القدرات اللي موجودة القدرات اللي موجودة محتاجة فكر مختلف شوية فكله بيتنبأ من السنة اللي فاتت من المطشاط اللي تلعبت في نهاية السنة اللي فاتت حتى ان لا السوريو لازم يغير من فكره لازم يغير طريقة 3 2 5 اللي هي بيشتغل بيها دي طريقة لا تناسب قدرات ومراكز اللعبة في نهاية الزماج وبالتالي كنا متوقعين كده كده انه هيمشي فالتغيير يعني انا وجهة نظري مسؤول عنه الادارات ده رقم 1 رقم 2 التوفيق توفيق بيها عبدور كبير جدا فاحنا في 6 اسابيع غيرنا 4 مدرب انتعرف السنة الفات غيرنا كم مدرب في الدوري 14 14 ايه متدخل في حاجة والتلاتين لا لا حاجة والتلاتين مدرب ده فيه اه يعني كذا مرة اجمالي اجمالي 34 اسبوع متغير حاجة والتلاتين مدرب يعني انت تقريبا بمعدل كل اسبوع فيه مدرب بيمشي تقريبا الاهلي بس هو الاه كان فيه اربع كان الاهلي معاولين صح معاولين والتحاد سكندري صح هم دول الاربعة تقريبا اربعة وفيه ان ديها بغير ست مرات وفيه ان ديها اربعة وفيه ان ديها تلاتة لطيف اوي خمسة كده طيب لو رحنا المنتخبنا الوطني منتخب الوطني لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر بتجد ان المنتخب الوطني عنده مجموعة جيدة جدا من اللعب اسكوات رائع اسكوات خليك تبقى زي ما انت بتقول كده اما قلت على اسكوات النادي الاهلي ان هو ما يخلاكش تبقى نفس الكلام على منتخب مصر اعتقد وجهة نظري اوه معظم الاحيان انت بتنقل العيبة الجاهزة في المنتخب فانت بتنقل انت قدامك الشاشة مفتوحة وبتنقل اللي جاهزين فطبعا اكيد في معظم الاوقات هيبقى عندك مجموعة العيبة ومميزين انت الحمد لله دولة ما عندك شغل اصابة واحدة بالنسبة للحجازي من المراكز الحساسة يعني عندك حجازي الباقي كله صليم الحمد لله الوينش يعني برضو مساك وكل حاجة ومميز لكن عندك محمد عبد ميرل موجود عندك علي جبر موجود حجازي يسر إبراهيم فعندك يعني مراكز انت بقيت اللعيبة في وسط الملعب والهجوم كلهم سلهم بس انا خايف من من نغمة ايوه ملاحظها انت سهلة مجموعتنا في كاس العالم كلهم عمل يقول لك جيبوتي واسراليون وبركينة ومش عارف اسيوبيا وخلاص تفكر في 2002 انا لسه كنت بقول الكلام ده 2002 اتعدلنا مع المغرب كسبنا السنغال رايح جاي السنغال رايح جاي وكسبنا الجزائر هنا 52 لو فاكر خلاص وتعدلنا هناك 0-0 هناك 0-0 خلاص انت اللي طلعك مين النقطة 2 بتوع لو فاكر ناميبيا بالربع عليك فاكر اه ناميبيا ناميبيا تعدلنا معها هناك وكان ايه بقى المجموعة ايه زمان انا بقول انت لو كنت اخدت لو كنت اكسبت ناميبيا دي ها كنت سعط مصبوط احنا تعدلنا مع ناميبيا يو اللي انا عايز اقوله المرة دي 9 فرق 9 ما جميع بتسع فرق والعاشر نص هيلعب ملحة لا بس الملحة ده احنا شرحنا بلح حاجة يعني حاجة صعبة جدا هتخش في دايلاما لا دا موال العلم اكدكاس عالم مصغر اه فالله انا عايز اقوله يعني 6 فرق من كل القرات هتاخد منهم اتنين اه احنا كل مجموعة 6 فرق مصبوط كده فال6 فرق دول بيصعد منهم اول بس صح على الورق بوركي نفسه مش سهل انا بقولك من دلوقتي بوركي نفسه مش سهل بوركي نفسه وعزبت الجزائر في التصفات هنا و هنا وكانت ند قوي جدا في الدور النهائي لو تفتكر دا اتعدلت بوركي نفسه والجزائر جزائر راحت يعني في النهاية مش عايز اقولك بهدف يعني الفايصل كان تعبت الجزائر بشكل كبير جدا اللي انا عايز اقوله اسيوبيا لسه كسبانة لو تفتكر كسبانة في التصفات امه افريق صح ولا انا غلطان مزبوط فاللي انا بقوله بلعبونا في ملاوي اه اللي انا بقوله ان احنا لازم نحترم المجموعة وبدايتها مع جبوتي وبعد كده هتروح السرليون فاتمنى اتمنى ان احنا ما نستهونش وما نعملش نغمة ان لأ احنا كده ده خلاص ده بص المجموعة عاملة ازاي ده عنا رأيين كاس عالم لو عشنا الموضوع ده هتبقى فيه احتفالنا من دلوقتي تقصو دي يعني هي مش احتفال بس نغمة بتمشي ان مين جبوتي وإسراليون وده تصنيف ثالث وإحنا تصنيف أول وإحنا عندنا فلان فانت بتعمل يعني نوع من عدم التقدير للمنافس بتاعك رغم ان كورت القدم لا تعترف فيها مفاجآت صحيح وفيه منتخبات احنا لست كنا بنتكلم وفيه منتخبات كتيرة جدا اتفاجت يعني يعني فيه منتخبات كتيرة جدا حصل لها مفاجآت وما رحتش كاسع على لا فاكر انت ماتش الزمالك الاخراني ده مع كتفرقة من جبوتي برضو ارتا سولار اه ارتا سولار وكده وكسبه هناك الزمالك كسب اثنين سفر ولا اثنين سفر تغلب اثنين سفر وكسب هنا ثلاثة ولا اربعة واحد حقا كده لو فكر يعني دي نفس يعني نفس الفلادي الزمالك بتاريخه كذا وقيمته كذا ونحط تانية ارتا سولار ده فريق ده حقيقي احنا لازم نحترم كل وبدايتها من يوم الخميس اول مباراة ان يبقى فيه هدف واحترام احترام كل الفرق اللي موجودة في المجموعة الى ان تنتهي من اخر مباراة او تصعد رسميا ولكن برضو كابتم عليش خلينا ارجع لمنتخبنا ومنتخبنا عندما تتكلم عن منتخب مصر هتتكلم عن محمد صلاح هتتكلم عن تريزيجي هتتكلم لان عندك اوراق عندك اوراق عندك قدام خمس لعيبة يعني اي حد فيهم مميز جاء عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك مرموش وعندك تريزيجي وعندك زيزو وعندك يعني خمس لعيبة وسط الملعب عندك النني حمدي فاتحي نني وحمدي فاتحي وطريق حامد وحسين اه حسين موجود في الجزء الامامي انا كنا بتكلم فوسط الملعب فوسط الملعب برضو عندك لعيبة مميزين جدا وورا في خط الظهر وكل مركز اتنين عندك محمد حمدي في الباكليفت عندك فتوح فتوح وعندك بس انا فتوح يعني حتة برضو عدم الاتزام اه طب حضر لك رأيك ايه في الموضوع ان هو انا عايزين لو عايزين نكسب فتوح خلي بالك لو عايزين نكسب فتوح ده ويكمل في مشواره ويبقى لاعب لمصر موجود يعني لازم يحس انه عمل غلط بس خلي بالك هو لازم يحس انه عمل غلط لازم يعرف انه خروجه من المسكر هو او صبحي او صبحي وغير صبحي واي لعيب يخرج من ليلة المباراة انت عندك مباراة ان انا اخد نفسي واخروج برا في المعسكر برا المعسكر دي غريب انا يعني الحاجات دي لوحد ما بشوفهاش بصراحة لقيت كمان حاجة لقيت في اللهي انا برضو عشان معلش يا كابتا عشان محدش يقول بس انا بتكلم الزمالك انا مش بتكلم انا بتكلم على لعيب انا بتكلم على حركة لعب اه اخطأ اخطأ بلاش في الزمالك في اي نادي نادي سين صادعين جيم لا انا بقول يعني عشان فتوح لا 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 انا بتكلمش على لي عشان لعيب نادي زمالك انا بتكلم لو لعيب نادي اهلي صح انا بتكلم على الحركة منفعش او على الفعل اللي حصل ده يعني اتمنى رغم ان هو لعيب موهوب ولعيب من اللعيبة البكاتلفت اللي ليه مستقبل كبير جدا لكن النهاردة لما انت تكون يعني الكلام ده كان بها يعني اذا اذا تعمل كان تعمل مسا في التسعينات في التمانينات قبل كده كمان او يعني يعني اللي هو واحد يخرج بقى ليلة المعسكر النهاردة اللي بيتحرك ثانية ثانية انت ممكن من الموبايل تعرف هو فين يعني فهم قصدي فانت ازاي وبعدين المسئولية فين والاحترافية فين والتركيز فين وحق التشيرت فين لو بنعب اسم لدي كبير وحق الجمه فين يعني انت مش مع اختياراته اختياره هو صبحي في المنتخب بصوا ولا دي حاجة مدربين الاجانب بتبقى فكرته مختلفة اسلام هو المدرب الاجانب يقول لك اخصم منه اخصم ان شاء الله تقطع نص عقده بس انك تعاقبه فنيا وتقعده او كده بس احنا برضو عندنا حتة اللاعب برضو بيبص الحتة المعنوية والبرستيج والوضع ان انت النهاردة لما تستبعدني لا انا ممكن اتعلم ممكن دي بقى درس قوي ليا لما انا استبعد من منتخب مصر بسبب الحركة دي او بسبب انا عملت حاجة زي كده دي تعلمني بعد كده ان انا نلتزم هو الاختيار القادم يبقى على شان القوم الافريقية صح هو بناء على قرارات مجلس دارة نادي الزمالك مجلس دارة نادي الزمالك قرار ايقافه شهر وبالتالي 90% مش هيلعب المتشاط اللي جاي لنادي الزمالك طب هيختاره ما هو واضح ان الراجل مختاره واضح ان هو ضارب عرض الحقد يعني هيختاره حتى لو ملعبش المتشاط في خلال شهر محل اقافه من قبل النادي اعتقد يعني ما يسريش على دم لا لا انا فاهم هو مش هيلعب المتشاط هو مش هيلعب المتشاط اه اه مش هيلعب المتشاط يعني هو خلال الشهر مش هيلعب هو ده قصدي يعني قصدي فنيا يعني هيبقى بعيد عن الفورمة او بعيد عن ودخل على امم افريقي والعيب زي ما حالك قلت مهم ومحتاجينه ساعتها هيبقى هتبقى حتة حتة برضو حساسة ان انت بتاخد لعيب بقى له شهر ممتشتركش زبت بقى له شهر ممتشترك وانت خلي بالك انت برضو لما تيجي تنظر لمصلحة المصر انا كنت بتكلم على حتة ايه بتكلم على حتة اه تربوية حتة نظام حتة نظام بس كده انما هو الولد لعيب كويس طبع معلوش غبار وفتوح من اللعيبة وطلعت مع المنتخب الالوليمبي ولعيب قدى بشكل كويس جدا ولكن عشان يتعلم من خطأه ما تعدهاش اصلا انت لو عدتها عادي مش هتعلم من خطأ ايه اللي خلص تم انا مرة طلعت وخلاوة ما عملوش حاجة وقالوا وعدنا وزدنا وفي النهاية ما حصلش حاجة اطلع تاني يعني اه ما احنا لعيب الكرة كنا وكنا بس امرونا ما كنا نتعلم بس كنا مثلا لما واحد فينا بيخطأ لما تغلط وعايز اقول لك حاجة دي سنة الحياة عموما يعني انت في الكرة تكسب بتاخد مكافئات بتعمل حاجة كويسة بتاخد البونس بتاعك بتاخد الاشيادة بتاعتك فلما تخطأ هو كده بره كده يعني انت لو عملها مثلا مع نادي في الدول الانجليزي وخرج عن النظام قال لهم معده ومجاش فيه قال لهم راجع مثلا في الوهورات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي كسب مش عالف تلاتة ولا اربعة فبعد الماتش راشفورد كان قاعد ما بيقولك لم يبدي اهتمام بالهزيمة فتم ايقافه او احتفل بعيد ميلاده مش فاكر حاجة كده يعني يعني عمل حاجة يعني برضه قد تكون شخصية يعني هو حر طبعا بيبقوا حزمين جدا في الحاجات دي بس انا بقول ان احنا يعني بقى فيه قرار بحيس هو يتعلم منه ولسه صغير وممكن في المستقبل يشتغل بشكل كويس جدا بس شرط انه هو يتعلم من من الخطأ اللي عمله كابتن يوسف اخيرا فيتوريا قادر على التأهل الى كأس العالم في ظل هذا النظام الجديد اللي حضرتك قلت عليه هو عن سؤال السؤال دي احسن انا مرعوب فيتوريا وغير فيتوريا احنا تسع فرق تقلعك في فيتوريا مدرب كويس وعليها على دماغنا وزي الفل هتبتكلم في تسع فرق بلاش ان احنا يقول قادر مين اللي قادر تسع فرق يا اسلام بس انت دلوقتي من بداية كلامك ما انا بقول اوه احنا انا اهتم بالماتشاط مش عايزين نقايم فيتوريا وقادر ومش قادر احنا نروح كسعالم عشان كسعالم القادمة دي اللي في امريكا ملهاش حل تسع فرق تسع فرق في افريقيا تسع ونص كمان اه من ابيقولك احنا كنا خمسة ووصلنا مع السنغال والسنغال كسبتنا بعمل وم تسعة انت عايز تصدمني يعني ونرجع بالاخر نقول اصل فيتوريا مش بحظوظ اصل غير غلط لا لا اصله مدمش مش عارف ايه اصل لعب اربعة ثلاثة ثلاثة وكان مفروض يلعب اربعة اثنين واحد قصدك ان ما فاش كلام يعني فاش كلام خالص لا فيتوريا ولا غير فيتوريا الموضوع مش موضوع مدرب ولا يعني احنا دلوقتي وصلنا لتسعة فرق مش مدرب خالص وهي البلد احنا لازم نروح كاس عالم ان شاء الله روح كاس عالم تبدأ من يوم الخميس القادم ان شاء الله وجود تلاتين وجهة نظر لان انا برضو ماتش مصر وتونس كل شوية الودي خليني زعلان من جواي ان ما شفتش عشر تنفرق عديد بيتفرجوا على ماتش مصر وتونس الودي في الدفاع الجوي لكن الماتش اللي جاي اتمنى وخصوصا في ظل التذاكر يعني سعرها مش غالي يعني تلاتين جنيه اعتقد حاجة مناسبة للجميع فبالتالي ان انا اجل انا بناشد من غير قطع كلامك وايه يعني ما يفتحه يفتح الجمهور ده منتخب مصر يعني ماشي منتخب مصر يعني موضوع غير قبل للربح شجع الناس وخلي الناس تروح من اجل انا اتمنى ان انا نشوف الناس موجودة ان شاء الله يوم الخميس القادم في مباراة مصر واجيبوتي وتكون بداية لعودة الجمهور مرة اخرى لمؤذرة منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة كابتن يوسف شرفت ونورت ودائما ببقى سعيد بوقتك معي حبيبك التسلام انا سعيد اللي كنت معاك ويعني بيتي نادي قرنة الاهلي دي وان شاء الله نبرك لبعضك هذا يوم الخميس ان شاء الله نفوز منتخب مصر ان شاء الله وبداية تكون بداية قوية في تصفى الكاس عالم الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري وأستاذ محمود صبري في ديوفة البيت الكبير